الباحثون على وشك البدء بتطبيق دراسة وتجربة جدية لإثبات فيما إذا كانت جرعة سريعة وآمنة من الإشعاع لمرة واحدة قادرة مع لمحاربة عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان البطيني المهدد للحياة. أطباء كلية الطب بجامعة واشنطن بأمريكا ومن خلال تجربة بدأت عام 2017 يقومون حاليا بمراقبة أشخاص خضعوا لعلاج رائد لمشكلة عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي الذي يستخدم عادة في مكافحة السرطان. جيف باكوس أحد المرضى الذين خضعوا لهذه التجربة وهو متفائل بمدى علاجه من مشكلة عدم انتظام ضربات القلب التي رافقته لسنوات طويلة. هو الآن يضع جهازا منظما لضربات القلب كإجراء احتياطي وقد اختار الإشعاع التجريبي منذ شهر فبراير الماضي ولا يزال سعيدا بالنتائج. ووفق الأطباء فإن الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب يتضمن استخدام مخطط كهربية القلب والتصوير المقطعي ثم تسليط حزمة آمنة من الأشعاع التي تسمى فوتونات على المنطقة المستهدفة من القلب لاستعادة المرضي الطبيعي. نحن نحاول أن نعطي هذا الإشعاع المركز للمرضى من خلال استهداف المنطقة في القلب المسؤولة عن عدم انتظام النبط. العلاج المسمى العلاج الاستئصالي الجسيمي لطالما استخدم في علاج الأورام الدقيقة وهو اليوم يعطي بارقة أمل كبيرة لمرضى القلب الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب المهدد للحياة بشكل مفاجئ.